قرار مفاجئ صدم البلوغر المشهورة التي تصدرت التريند في العالم العربي والأردن خلال الأيام الماضية بعد ما حدث لها وهو الأمر الذي جعلها في حالة من الذهول وسط توقعات بأن يتم تنفيذ القرار الذي صدر بحقها قريبا فما القصة؟ على مدار الأيام الماضية عاد اسم البلوغر المشهورة سوزي الأردنية ليتردد مرة أخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد مرور ثمانية أشهر على الأزمة التي واجهتها خلال شهر فبراير الماضي بعد ما جرتها مهاب الإساءة لوالدها على الهواء بألفاظ خارجة واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح والمشاهدات حتى أصدرت محكمة مصرية خلال الساعات الماضية حكما قضائيا ضدها وسوزي الأردنية اسمها الحقيقي مريم أيمن وتبلغ من العمر ثمانية عشر عاما ولديها من الأشقاء اثنان هما مودة ومي من أصحاب الهمم وتعيش سوزي في العاصمة المصرية القاهرة إلا أنها تطلق على نفسها لقب الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن كما أن والدها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عاما بحسب ما نشرته عبر حسابها الشخصي البلوغر سوزي الأردنية يتابعها على منصة تيك توك الشهيرة أكثر من 6 ملايين متابع وهو ما جعلها محط أنظاري واهتمام الكثيرين وسبب ردود أفعال واسعة بعدما صدر الحكم القضائي ضدها حيث صدر حكم بحقها بالإيداع في القفص الحديدي لمدة سنتين وغرامة 300 ألف وكفالة 100 ألف جنيه وذلك على خلفية القضية التي وجهتها لها نيابة العامة المصرية واتهمتها بالإساءة إلى والدها في بث مباشر عبر صفحتها الشخصية وتصدر حينها الترند بعدما ظهرت سوزي الأردنية ترد على والدها خلال مشادة كلامية بينها وبين والدها في البث المباشر وهو ما اعتبرته النيابة العامة ألفاظا خارجة وخادشة للحياء وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة والتعدي على قيم الأسرة وبدأت أزمة بلوغر سوزي الأردنية في شهر فبراير من العام الحالي عندما قامت الأجهزة الأمنية بتوقيفها بتهمة التعدي على القيم الأسرية وذلك بعد ورود بلاغ اتهم سوزي الأردنية بتقديم فيديوهات مخالفة للأداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع وخلال التحقيقات أقرت سوزي أن ما يظهر في مقاطع الفيديو مصورة عبر صفحتها ما هو إلا لغرض زيادة المشاهدات والأرباح إلا أنها لم تقصد الإساءة لوالدها أمام العامة مؤكدة أن والدها الذي يعمل محصلا في هيئة النقل العام كان قد استولى على الأرباح التي تحصلت عليها من تيك توك ولم تتمكن من استعادتها منه فكان ذلك سبب الشجار والمشاهدة الكلامية التي حدثت بينهما مؤكدة أنها تتقاضى أرباحا مالية بدولار وحينها قررت السلطات المصرية إخلاء سبيل سوزي الأردنية فيما قررت النيابة العامة لاستئناف على القرار وهو ما أسفر في نهاية الأمر عن صدور حكم قضائي بإدانتها وإيداعها في القفص الحديدي فهل برأيك استحقت سوزي الأردنية هذا الحكم أم أنه كان مبالغا فيه اشتركوا في القناة